بسم الله أبوالي ابن وروح قدس إليه نواحد أمين أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا ساعة الهوى معناه وحكاية ونهاردة معنا حكايات عن موضوع معين مش هناخد شخصية واحدة لكن هنتكلم عن أكتر من شخصية لكن تحت عنوان محدد العنوان اللي هنتكلم عنه النهاردة الحقيقة هو عنوان مناسب جدا لفترة الصوم الكبير وأحداث الأحاد أو قراءات الأحاد اللي بتعدي علينا كل أسبوع من أسبوع الصيام اللي بتبعث لنا الرسالة للكنيسة عايزة تقولها لنا لو حضراتكم ركزتوا مع قريات أحد الصوم هتلاقوا الكنيسة بتبعث لنا رسالة واضحة محددة كل أسبوع تقول لنا من فضلكوا توبوا هناك رجاء في التوبة الله يقبل توبة كل لكن الموضوع العام بتاع الصوم كله كده يلا بينا نقدم توبة ونرجع لربنا بنعمة ربنا هتقابل مع حضراتكم النهاردة مع قصص توبة من جوة تاريخ كنيستنا كتاب مقدس مليان قصص توبة جميلة ويمكن كل أسبوع من أسبوع الصوم كنيسة بتحط لنا قصص توبة جميلة النهاردة كان السامرية الأسبوع اللي فات كان الابن الضال الأسبوع الجاي مخلع البعد والمولود أعمى قصص توبة ورجوع جميلة جدا لربنا حيا قصص دي استمرت جوة تاريخ وتقابلنا مع نمازج بتقدم توبة جميلة جدا يلا أنا وحضراتكم نتقابل مع شخصيات تائبة أو قصص توبة من جوة تاريخ كنيسة تبعت لنا رسائل هقول لحضراتكم الأول القصص أو قصة قصة ونخرج منها برسالة أو معنى ربنا عايز يوصله لنا حقيقة لقاءنا الأول وقصتنا الأولى قصة من القرن الرابع الميلادي وعن شخصية قد تبدو مغمورة أو مش معروفة قوي في التاريخ لنا لكن الحقيقة اسمها موجود في سنكسار الكنيسة قديس بتاعنا النهاردة هو أو قديس الأول اللي نتقابل معنا النهاردة أو التائب الأول هو قديس يعقوب المجاهد حقيقة ما نعرفش عن بداياته كتير يعقوب المجاهد ده ما نعرفش عنه دخل راهبانا إزاي لكن نعرف أنه تراهبن في منطقة نيتريا منطقة نيتريا أو منطقة الألالي دي المنطقة المقابلة لمنطقة وادي النطرون أو برية شيهيد يعني لو تخيلنا كده برية شيهيد شمال الطريق فهي نيتريا دي يمين الطريق لاتنين فوش بعض تقريبا مع بعض المسافة تراهبن في منطقة نيتريا كان راهب متوحد أحب الواحدة والنسك جدا 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 كان راهب متوحد ناسك كان من الناس اللي بتصلي كتير وتصوم كتير وعيش حياة راهبانا في نسك وتدقيق شديد جدا وفضل على النظام دوت لمدة خمستاشر سنة ربنا بس لجهاده أصوامه صلواته ابتدى ربنا يزينه بكثير من الفضايل وكثير من المواهب واحدة من المواهب اللي ربنا سمح له بيها كانت موهبة قراج الشياطين حتى ما كانش معروفة عنه لكن ربنا سمح ان القصة دي التارف عنه عن طريق حدثة طريفة جدا وعجيبة جدا يحكى ان في واحد من الاغنياء او واحد من الناس يعني عموما كان عنده ابنه ابنه ده أصابه روح نجس دخل جواه شطان ايه الحل يا جماعة قالوا له تروح على الأباء الشيوخ في البرية يصلوا ربنا يتمجد ويخرج منه هذا الروح النجس فعلا خد ابنه وطلع على منطقة نيتريا وهو واخد ابنه دوت اللي عليه روح نجس دخلوا منطقة نيتريا وهم دخلين هيعدوا على الألاية او المغارة اللي ساكن فيها القديس يعقوب المجاهد مجرد ما عدى الاب بالابن قدام الألاية بتاعة قديس يعقوب المجاهد شطان ما استحملش وخرج يصرخ من هذا الشاب وربنا اداله نعمة الشفاء طبعا الحادثة دي لما حصلت ناس بدت تعرف ان قديس يعقوب المجاهد ربنا اداله نعمة اخراج الشياطين وبصاد النعمة والموهبة دي ابتدى يبقى اسمه معروف وابتدت الناس تتردد عليه يطلبه صلواته يطلبه بركته وناس تيجي تتلمز تحت ايديه ويعيشوا تحت ارشاده وتحت معرفته الحقيقة انسان بهذا المنظر الشطان مش هيسكت عليه لازم هتعرض لحروب الشطان لازم هتعرض لتجارب من الشطان وحروب من الشطان يحاول يوقع انسان بالمنظر ده من عايزكم تتخيله انسان ناسك مصلي بيصوم عايش في حياة واحدة ربنا اداله موهبة اخراج الشياطين الشطان هيسكت الحقيقة لا مش هيسكت فابتدى الشطان يحارب هذا القديس يعقوب المجاهد لكن الحقيقة القديس يعقوب من اسمه كده مجاهد يقز صح صح لنفسه بنعمة ربنا يغلب على حروب الشطان الشطان حاربه حروب صريحة لدرجة انه في مرة من المرات كده الشطان صلت عليه امرأة خطية امرأة زانية انها تروح عشان توقعه في الخطية وحسب ما اداله شطان كده تزينت وجهزت نفسها انها توقع قديس يعقوب المجاهد في الخطية وراحت على القلاية بتاعت اقول مغارة اللي ساكن فيها في منطقة نتريا خبطت على الباب بتاعه اول ما خبطت الباب بتاعه هجمت عليه عشان توقعه وتسقط معاها في الخطية لكن الحقيقة قديس يعقوب المجاهد زي ما قلت لحضراتكم كده كان انسان صح صح لنفسه اوي واخد باله نفسه اوي فيه كده قوت يوسف الصديق وصرمته فصد هذه الانسانة ده مش بس صدها لأ ده اعتها كده وبتدى القديس يعقوب المجاهد يوعز البنت ديت يوعز عن الابدية وعن حلاوة حياة الطهارة وعن هي لازم تقدم توبة وكان الوعز بتاعه في قوة ويخرج من انسان كمن له سلطان تكلم معاها بسلطان وبشدة منتهى القوة عن التوبة لدرجة ان هذه الانسانة اللي جاية تغويه وتوقعه في الخطية من كتر عمق كلامه وقوته تدت تبكي تبكي متأثرة وطلبة توبة وفي اخر الكلام تعقديس يعقوب المجاهد قالت له طبعا اعمل ايه لا هتقدمي توبة واعتراف وترجع الربنا ندمان على كل خطية بتعمليها فقالت له ارشدني الى السبيل ففعلا وراها او شولها او عرفها طريق واحد من الاباء الكهنة تروح تقدم عنه عنده توبة واعتراف بندم عن الخطية بتاعتها وفعلا حياة هذه الانسانة تتغير وتقدم توبة وتبقى واحدة من بنات ربنا او واحدة من الناس اللي ماشية في سكة ربنا وبعدت عن الخطية رغم ان هي كان جاية تصطاد القديس يعقوب المجاهد لكن هو بيقز وبحب ربنا شديد وتمسك بربنا شديد اصطادها وجابها لربنا خروف ضال اصطاده ورجعه لحظيرة الايمان زي ما قلتلكم كده الشيطان مش هيسكت هيفضل بيحارب هذا الانسان لدرجة ان الحرب وصلت ان الشيطان في مرة من المرات ظهر للقديس يعقوب المجاهد واك هنل واك قال له ايه اللي بتعملوا فيا ده مش مخليني اثنى على فريسة مش مخليني اعرف اشتغل مش مخليني اعرف اصطاد الناس فانتهروا قديس يعقوب المجاهد بحزم كده قال له يعني اذهب عني يا شيطان كان معاه عكاز والعكاز بتاع قديس يعقوب المجاهد كان مرسوم عليه او محطوط عليه علامة الصليب من فوق فبالصليب كده انتهر او زجر او ضرب الشيطان لظهر له عيانا وانصرف منه الشيطان بمنتهى الخزي لكن لان حربنا معدو لا يهدأ ولا ينام وزي ما عنه كده الاباء انه فتال حبال يعني ينص بالشبكة بتاعته واحدة واحدة ابتدى يفكر في حيلة اخرى عشان يوقع بيها القديس يعقوب المجاهد حصل الاتي وخلوا بالكو من اللي هيحصل مع قديس يعقوب المجاهد احنا قلنا ان ربنا اداله نعمة او موهبة اخراج الارواح النجسة اخراج الشيطان واحد من الاثرياء او من الاعيان بنته ربنا سمح او يعني دخلها روح نجس وسأل كيف يخرج هذا الروح النجس فدلوه على القديس يعقوب المجاهد فراح واخد بنته وطالع على نيتريا وصل منطقة نيتريا عشان يتقابل مع القديس يعقوب المجاهد عشان يصلي لبنته ويخرج منها الروح النجس بمجرد وصوله لباب اللايت او مغارض قديس يعقوب المجاهد الروح النجس خرج من البنت وفرقها للحال فرقها في لحظتها فرح الاب جدا فرح البنت شكروا القديس وانبسطوا فرحوا ورجعوا مرة تانية رجع مرة تانية على بيته راح الروح النجس راجع مرة تانية على البنت فقعدوا تكارة تانية راحوا راجعين على القديس يعقوب المجاهد وصلوا عنده الروح النجس فرقها مرة واثنين وثلاثة واكتر من مرة وعلى مسافة طويلة من الزمن يتكرر دوت الاب الحقيقة تعب جدا واجعوا قلبه على بنته فرح للقديس يعقوب المجاهد يقول له عندي اقتراح قال له ايه قال له بنتي تسكن جنبك كل ما تتعب تجيلك انت تصليلها ويفرقها الروح النجس بدل ما نقطع المشوار راحين جايين والبنت روح طعد معذبة بتتقلم وتتوجع وعايشة مش مرتاحة لا احنا نخلي اقامتها جنبك انا في الاول الحقيقة قديس يعقوب المجاهد رفض وبشدة الفكرة دي لكن تحت الحاح الاب تحت الحاح الاب وافق وسمح للبنت ديت او للاب انه يبني لبنته زي مغارة او قوضة على مسافة من قديس يعقوب المجاهد حيث انها كل ما تتعب تجري وتخبط عليه وفعلا اقامت البنت في المغارة دي وابوها سبها بقى ييجي يسأل عليها كل فترة والفترة بعدت ويه البنت بقت كل ما تتعب تجري على اللاية يعقوب المجاهد يصليلها ويفرقها الروح النجس فضل الوضع ده فترة طويلة ونتيجة القرب ونتيجة الفترة الطويلة حقيقة العلاقة توطدت ما بين قديس يعقوب المجاهد والبنت بقى بينهم دلة بقى بينهم صداقة الصداقة الحقيقة بالوقت كسرت الحواجز او كسرت الخطوط الدفاعية اللي موجودة جوه قديس يعقوب المجاهد وبقت العلاقة علاقة قريبة والعلاقة القريبة دي بقت علاقة مستديمة وهنا قصد انهم بيودوا ويزوروا بقى باستمرار وبقى بينهم دلة وصداقة ولان ما فيش ضابط ولان القصة تثابت مفتوحة الضابط دوت حتى الكسر وابتدى يبقى فيه عاطفة ما بين البنت ما بين القديس يعقوب المجاهد والعاطفة دي تحولت بالوقت وللأسف الشديد الى علاقة وإلى خطية وقع قديس يعقوب المجاهد في الخطية مع البنت وعاش فترة من الزمن مع البنت في الخطية وبعد فترة من الزمن وقعهم في الخطية البنت جات تقول له خبر سيء لها ماذا قالت له انها حامل تحمل طفل في احشائها من القديس يعقوب المجاهد حقيقة اللي حصل دوت كان سبب ان القديس يعقوب المجاهد يقعد مع نفسه ويشوف هيعمل ايه بس للأسف الشطان كان ضحك عليه ووقعه في الخطية الشطان وقع وقعه كده او ضحك عليه وخلاه يبتدي يفكر بالطريقة القديس يقول البنت دي ابوها كان سيبها عندي امانة والبنت دلوقتي انا وقعت معها في الخطية البنت دلوقتي حامل البنت دي لو استمرت في المكان هنا هيتعرف انها حملت وحملت مني فيتعرف ان انا وقعت معها في الخطية تبقى الحقيقة القصة فيها فضيحة ليه وتقلل من مكانتي وازاي يتقل علي ان انا وقعت في الخطية بعد العمر دا كله لا 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 الموضوع صعب صعب قوي وابتدى يفكر ايه ممكن يكون حل للقصة دي فشطان لما لقى بيفكر بالطريقة دي رح رميله البزرة التال قال له الحل الوحيد هو ان انت تخلص من البنت تموتها تموت البنت محدش هيعرف موضوع الخطية وتبقى خلصة القصة فجيب باله السؤال بعد كده طب انا لو بنتها الموتتها وهلها جوم يسألوا عليها يقول لهم ايه فشطان قال له كده لو جوم سألوا عليها قلها قلهم البنت اعتراها الروح الشرير خرجت تجري في الصحرة فافترسها وحش رديق وما الحقتش ان انا انقصها منه وبعد ما افترسها رحت دفنتها وانتهت القصة على كده الحقيقة قصة بدت في زهن يعقوب المجاهد او خليني اسميه في اللحظة دي يعقوب التاية بدت منطقية جدا فعلا عمل التدبير اللي رسمه له الشطان بالزبط اتل البنت واخفى جسدها في حفرة من الرملة بعد فترة كده الشطان ظهر في في صورة عبد من عبيد ابو البنت وجه يسأل القديس يعقوب المجاهد كيف حل الفتاة فبمنتهى الحصرة كده قال له الاسف ماتت قال له ازاي ماتت قال له افترسها وحش رضي لما خرجت لما روح النجس جيح عليها خرجت تجري في الصحرة افترسها وحش رضي قال له طب واي نجساتها قال له دفنته في نفس المكان اللي افترسها فيه الوحش فشطان متنكر في صورة عبد لابو البنت قال له هو ده اللي حصل فعلا قال له هو ده اللي حصل قال له تحلف فحلف فحلف اقسم ان هو ده اللي حصل هنا الشطان ظهر له بواكه القبيح قال له سقط سقط شفت انا عملت فيك ايه اديك وقعت ايها اليعقوب في الخطيئة في اللحظة دي فعلا قديسي يعقوب ابتدى يرجع لنافسه قال ياه ياه اش تندحك علي للدرجات دي انا في لحظة واحدة ضيعت جهات سنين وقعت في اربع خطايا وقعت في خطيئة الزنا وبعديها الاتل بعديها الكذب بعديها الحلفان والقسم ياه قدي كده الشطان وقعني قدي كده انا خيبان قدي كده انا وحش انا اللي زي ما ينفعش انه يدعى راهب اصلا ما ينفعش انه يبقى موجود في البرية انا الام حكتي وارجع الى المدينة مرة اخرى ليس لمثلي رجاء ابتدى يبكي بكاء مر على اللي حصل منه وكان في منتهى اليأس لكن الحقيقة ربنا ما سمحش انه يقع في هذا اليأس على طول ربنا افتكر اصوامه صلواته جهاده اللي قبل كده فبعت اب راهب شيخ مكهول الاسم لقاه كده صاقط واقع وحزين قال له ما لك فقدم قدامه اعتراف بالخطيئة بتاعته فهذا الاب قال له الله يقبل التائبين ربنا بيقبل كل واحد رجع له بالتوبة قال له هيقبلني قال له هيقبلك بس انت هتم ان انت تصلي وتصوم كتير وقدم توبة عن خطيتك فربنا يغفرلك ويسمحك فعلا القديس سمع الكلام دوت وتعز بهذا الكلام او جات له شحنة رجاء من هذا الكلام هام على واكه في الصحراء لمدة سنة بيصوم في صوم شبه صوم كامل ياكل قليل من النباتات اللي بتطلع في الصحراء او الحشايش اللي بتطلع في الصحراء يشرب قليل من الماء لكن طول الوقت يصلي ربنا طالب من ربنا ان هو يخفل ليه خطيته وانه يسمحه كانت الصلة بتاعته ممزوجة بدموع غزيرة جدا 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 قعد في الحال دوت لمدة سنة لغاية ما ربنا عزاه او يعني ارسله الشيخ ده يطمنه لكن الحقيقة ندمه على خطيته كان شديد جدا فبعد السنة ديت اختار ان هو يسكن في مقبرة فعلا دخل المقبرة ديت اقتدى يحبس نفسه فيها بصلة وسوم ودموع شديد جدا كان ربنا بعت له قليل من الاكل او يقوله كده ان من كتر غزار الدموع اللي كانت بتنزل الارض تحتيبة كانت بتنبت مجموعة من الحشيش والعشاب كده كان ياخد الالهل منها يكله قليل من الماء كان بيجيله ربنا بعت له قليل من الماء يشربه وفضل فيه النسك الشديد بتاعه دوت والدموع الشديدة والصلة العميقة اللي مصحوبة بتوبة لمدة سنين السنين دي وصلت حوالي سبعتاشر سنة سبعتاشر سنة وهو في المقبرة دي على النظام دوت صوم وصلة ونسك شديد جدا بيقدم فيه توبة عن الخطيئة بتاعته كأنه بيقول على لسان داود النبي أو داود النبي بيقول بلسانه خطيئتي أمامي في كل حين بعد السبعتاشر سنة دول ربنا سمح أن قرية من القرى أو المنطقة اللي جنب نيتريادية يجي لها جفاف الأمطار من زليتش والميا ما وزليتش وانتوا عارفين ماس كانت طول عمرها أو في الوقت ده كانت فالناس بتدت تجوع والزرع بتدى ينشف فبتدوا يسرخوا الربنا يا رب ابعث مطر يا رب ارفع الجفاف عن البلاد يا رب ارفع الجفاف عن البلاد كانت المدينة دي لها أسقف طقي بتدى يصلي بالشعب صلاة شديدة جدا لمدة أيام متواصلة فالأسقف دوت وهم بيصلوا بشدة فلينا من ليالي شاف رؤية رؤية قالت له كده أو ربنا أعلن له في الرؤية دي قال له ربنا هيرفع الجفاف بوسطة صلاة القديس يعقوب المجاهد اللي ساكن في الحتة الفلانية فعلا تاني يوم الصبح يسقف راح على المكان اللي تحدد له في الرؤية عشان يتقابل مع القديس يعقوب التائب بقى أو المجاهد زي ما تسموه فعلا يتقابل مع القديس يعقوب قال له قال له أيها البار ربنا مستني صلاتك عشان يرفع عننا الجفاف قال له أنا إنسان خاطي واعترف قدامه بخطيتي بخطيته أسف بخطيته قال له ربنا رفع عنا خطيتك وبيقول بصلواتك كده المطر هينزل مرة تانية تحت الحاحل أب الأسقف تده يصلي قديس يعقوب المجاهد لربنا إنه يبعت المطر مرة تانية على المدينة فعلا رجع المطر مرة تانية أو جه المطر بصلوات قديس يعقوب المجاهد نزلت المطر الناس فرحت وطبعا الأسقف أعلن إن ده بصلوات قديس يعقوب المجاهد فالناس بتدت ترجع مرة تانية تطلب بركته ويدوره عليه ويتلمسه بركة هذا الإنسان كأن ربنا بزيارة الأب الأسقف ده حاب يعلم له إنه قبل تبته وإنه تبته مقبولة قدام ربنا فعلا قعد القديس بتدى الناس تجيله وقعد القديس في نفس المقبرة سنين كمان يعني قعد فيها حوالي 27 سنة قعد في المقبرة بيكمل توبة ودموع الناس تيجي تاخد بركته وربنا يسمح إنه يتمجد بأعمال حلوة على دي لكن في ده العشر سنين بكمل جهاده توبته وصلواته لغاية ما ربنا سمح إنه بعد العشر سنين دولة يطلع السماء نموذج حلو وقديس حلو لحياة التوبة نموذج حلو النماذج التائبة بس أنا حابب أن أقول لحضراتكم شوية ملاحظات من حياة هذا القديس الملاحظة الأولى اللي أقولها لحضراتكم كده إنه محدش كبير على الخطيئة خلوا بالكم كل قتلاها أقوياء كان منهم هذا الأسقف اللي نام على نفسه لفترة سيارة فوقع في الخطيئة التانية مراحم ربنا واسعة قوي يلا نرجع بالتوبة أنا وحضراتكم لربنا هنلاقي أحضان ربنا مفتوحة لينا بالتوبة سازن حضراتكم هنخرج لفاصل قصير ونرجع نتقابل مرة تانية مع قصص توبة أخرى تشجعنا في طريق جهدنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر شخصية واحدة هي شخصية القديس يعقوب المجاهد التائب شفنا زي ان الخطيئة ملهاش كبير وقعت واحد قوي زي القديس يعقوب المجاهد شفنا مراحم ربنا الواسعة اللي تعيد الانسان مرة تانية الى ردباته الاولى التوبة اللي تعيد الانسان الى ردباتها مرة تانية وتخلي زي ما قال الشيخ الروحاني كده تجعل الزناة باتوليين قصة توبة جميلة نتعلم منها انا وحضراتكم ونتقابل مع قصة تانية من قصص التوبة قصتنا الاولى تعال قديس يا عقوب المجاهد زي ما قلت لحضراتكم كده كانت فرقان الرابع الميلادي فاخر الرابع الميلادي وقوائل الخمس الميلادي نتقابل مع شخصية تانية قدمت توبة حلوة نتعلم منها انا وحضراتكم شخصية ديت هي شخصية انسانة عيشة في الخطيئة اسمها بيلاجية بس قبل ما نتكلم عنها هكلكوا اللي حصل الاول اللي حصل بمنطقة البساطة كده ان كان فيه في مدينة انتاكيا لأسقف بتاعها كان دعا مجموعة من الأسقفة ومجموعة من الأباء لمناقشة مجموعة من الأضايا كان واحد من اللي دعاهم كانوا سبعة تمانية دعاهم لمناقشة أضايا إيمانية واحد منهم اسقف اسمه نونيوس الاسقف نونيوس وكان اسقف منطقة الرهى والحقيقة الانسان ده كان قديس جدا كان قريب قوي من ربنا كان يحب ربنا قوي وكان إنسان طقي كان ليه كلمته أو رأيه المسموع بسبب تقوى وبسبب علاقته قوية بربنا قديس نونيوس وصل لانتاكيا هو مجموعة من الأسقفة في ديافة أسقف انتاكيا عشان يتناقش في مجموعة من القضايا اللاهوتية زي ما قلت لحضراتكم كان اجتماعهم في فناء كنيسة أو عند باب كنيسة الخارجي صلوا وابتدوا الاجتماع بتاعهم وأول ما ابتدى الاجتماع لقوا موكب معدي موكب دوت كان موكب عجيب جدا كان يمكن معتاد فانتاكيا بس غريب عن الكنيسة الموكب ده كان ليه بيلاجيا مين بيلاجيا دي؟ بيلاجيا دي كانت فتاة لأب و أم و ثانيين ربوا بنتهم على الخلاعة وعلى الخطيئة وكانت الخطيئة هي مصدر الدخل والرزق بتاعها كانت تعمل في الخطيئة وتعمل رقصة في الاستعراضات كان ليها شهرة واسعة جدا في أنتاكيا كانت من أشهر الناس في أنتاكيا بسبب جمالها بسبب وقوحها أو شهرتها بأنها امرأة خاطئة كانت بيلاجيا دي عاملة موكب أو معمول لها موكب دعاية يطوف المدينة كانت رجبة على حصان أبيض قدامها مجموعة من الخدم بتوعها وراها مجموعة من الخدم بيبوقوا بيعلنوا وصول بيلاجيا أو بيعلنوا عن الخطيئة وبما أن هي السلعة للأسف بما أن هي السلعة فكانت فوق الفرس الأبيض أو الجواد الأبيض الحصان الأبيض اللي رجباه كانت في منتهى التزين كان متزينة قوي متزينة بطريقة لفتا للنظر وفي نفس الوقت كانت طبعا حسب طبيعة هنيتها لابسة لبس معثر فلما عدت قدام الكنيسة اللي مجتمع فيها تمانية من الأطقياء الأساقفة الحياة التمانية أو سبعة منهم بصوا في الأرض عشان ما يعثروش بهذا المنظر لكن فوق وبتصرف عجيب جدا من الأسقف نونيوس المشهور بتقوى بصلها كده وراح بصل أساقفة اللي بسين في الأرض كده وقال لهم ألا يصركم جمالها وجمالها مش بصدكو هيستعجبوا من التعبير بتاع الأسقف فعادوا مرة تانية قال لهم كده ألا يصركم جمالها مش مبسوطين من الجمال بتاعها هيستعجبوا ومفهموش بصوا الأسقف كده لقوا قديس نونيوس أو الأسقف نونيوس عمل حاجة غريبة جدا راح موطي راسه ما بين رجبتيه وابتدى يبكي بكاء مر وشديد جدا 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 فقالوا له على ما تبكي يا أبانا أنت بتبكي ليه؟ بقوا محترين جدا تعبيره وتصرفه في منتها الغرابة فقال لهم الآتي قال لهم بصوا هذه الإنسانة من أجل أن تسعد الآخرين أو تظن أنها تسعد الآخرين تزينت وتعيأت واستعدت بقوة عشان خاطر تسعد الآخرين ويا طرى أنا وانتو بنستعد هذا الاستعداد اللي استعدته هذي المرأة عشان نسعد ربنا يا طرى إحنا بنتعب عشان خاطر خلاص النفوس كفاية الستة دي تعبت عشان خاطر صغلعة رغم أنه غلط وخطيئة طب وانا وانتو اللي بنخدم ملك الملوك بنتعب هذا تعب بنسعى أن احنا نرضيه زي ما هي بتسعى تسعى نترضي الزباين بتوحها وتعلم درس من هديه المرأة تعلم درس من هديه المرأة يمكن كان درس مبكت لي وللأباء لصغفة لكن في النهاية هم خدوا درس من مرور الموكب بتاع بيلاجيا المرأة الخطية إن هم يسعوا إن هم يرضوا ربنا وإن هم يستعدوا بشدة لعمل الله وفي النهاية كده وقفوا يصلوا من أجل خلاص هديه الإنسانة وكملوا مناقشات فيه القضايا اللي هوتية اللي اجتماعوا عشان نونيوس روح على الأسقف نونيوس روح على مقر الإقامة بتاعته كان معا تلميزه تلميزه كان اسمه يعقوب دخلوا يصلوا التسباحة وبعد ما خلصوا التسباحة كده دخلوا يناموا وربنا سمح في الليلة دية وكانت ليلة الحد تاني يوم هيبقى فيه الأداس إن هم يشوفوا الرؤية القتية أو تلميزه يشوف الرؤية القتية شاف إن قديس نونيوس بيصلي الأداس هم مجمعين في الأداس والأداس من أوله خالص وفي أداس الموعظين لقى حمامة دخلت على الكنيسة بس الحمامة دي للأسف كان شكلها بشع كان شكلها اسود بغيد اسود وحش قوي ورحتها وحش قوي وعمالة طير فوق المسبح بس مش قادرة تقرب من المسبح لغاية ما خلص أداس الموعظين أو الجزء التعليمي في الأداس ابتدت تلاوة قانون الإيمان والحمامة دي اختفت من الأداس اختفت من الصلاة وبعد كده كامل الأداس وفي آخر الأداس ظهرت الحمامة دي مرة تانية وبعد ما خلص الأداس الأسقف نينيوس رح واخد الحمامة دي داخل بيها على جرن المعمودية غلطة صحف مية المعمودية خرجت منها في منتهى البياض والنقاء وطارت واختفت عن أنظرهم يعقوب تلميز الأسقف نينيوس صحي مستعجب من هذه الرؤية حكاها لأبونا الأسقف أبونا الأسقف قال له ربنا يعمل خير بهذه الرؤية وخرجوا عشان يحضروا الأداس مع أسقف أنطاقيا أسقف أنطاقيا نصمم أن قديس نونيوس يوعظ في اليوم دوت وقديس نونيوس بدأ يوعظ بدأ يوعظ عن موضوع شائق جدا الأبدية الدينونة الوقوف قدام ربنا ودي الوقوف قدام ربنا ده مخوف ودي احنا لازم نستعد ودي احنا لازم نقدم توبة طبعا لأن ما فيه الصدفة ربنا رتب أن في الفترة ديت أو في اللحظات ديت يعني مع بداية العزة بيلاجية الإنسانة اللي عيشة في الخطيئة تبقى معادية قدام الكنيسة وتشتهي أن هي تخش تسمع الوعظة زي ما قلت لحضراتكم أو حسب نظام الكنيسة كان الموعظين وغير المؤمنين هقوم يحضروا لغاية نهاية العزة وبعد كده يخرجوا من الكنيسة فسمعت العزة بتاعة القديس نونيوس اللي عن التوبة وعن الدينونة وعن مخوف هو الوقوع في يدي الله واتقصرت بيها جدا وبكت بكاء مر جدا روحت لبيتها بعد ما خرجت من الكنيسة أو يعني بعد ما خلص الجزء التعليمي من الوداس خرجت من الكنيسة وصت واحد من أتباحها كده يعرف مقر إقامة نونيوس موجود فين فعلا بعد ما خلص الوداس أعرف مكان إقامته رجع لبيلاجيا قال له على قال لها على مكانه راحت خبطت على باب الأسقف نونيوس فتح الباب فوجئ إن ببيلاجيا وقفة قدامه لا عايزة إيه قالت له عايزة أتوب عايزة أعمل اللي انت قلت عليه في العيزة بتاعتك أقدم توبة أتعمد الأول على اسم المسيح أو تقبلوني كإنسانة مسيحية وبعد كده أقدم توبة أو أقدم توبة مسيحية بس اقبلني إليك من فضلك اقبلني لربنا وضمني للكنيسة الأسقف قال لها كده ما ينفعش إن احنا ناخد امرأة عايشة في الخطية إلا بعد اختبار وبعد فترة من التجربة قالت له اقبلني إليك من فضلك اقبلني عشان خاطر ربنا أقبلني وقعدت تتوسل بإلحاح شديد جدا إنه يقبلها فقديس نونيوس بعث للأسقفة وقال لهم حصل كذا كذا نقبلها ونعمتها فربنا أرشدهم إنهم يقبلوها وفعلا جابوا شماسة مكرسة عشان تساعد في عماية هذه الإنسانة فعلا قبلت سر المعمودية تعمدت على الدين الأسقف نونيوس والأسقفة اللي كانوا مجتمعين معاه في أنطاكيا خدت سر المعمودية كان حسب الطاقس في الوقت دوت كان اللي يتعمد يلبسوه ملابس بيض والطاقس ده موجود لغاية النهاردة بس كان يقعد لابس اللبس دوت سبعة أيام يفضل لابس اللبس الأبيض سبعة أيام في اليوم الثامن يخلع الملابس البيضة ويرجع لما لابسه الطبيعية فهي فضلت لابس اللبس الأبيض دوت لمدة سبعة أيام بس في اليوم الثالث عملت حاجة ريحت قلب النونيوس والأسقفة كلهم إنه فجأة لقوها دخلة الكنيسة دخلة الكنيسة شايلة في إيديها كل ما جمعتهم الخطية قالت أنا مش عايزاه أنا رافض كل اللي جمعته من غنى بسبب الخطية وحطيته ما بين إيدين الأسقفة يتصرفوا به بأي طريقة يشوفوا إنها مناسبة للتصرف بهذه الأموال وثبيتهم وفضلت الثامن تيام دول أو السبعة تيام دولت مع الشمسة المكرسة تحكي لها عن ربنا وعن حلاوة ربنا وعن طريق ربنا ولازم تعمل إيه مع ربنا وطلبتك على سبيل البركة العباية بتاعت نونيوس الأسقف في اليوم الثامن الشمسة المكرسة اللي كانت معاها كإشبينا وبتعرفها طريق ربنا صحت الصبح لقت بيلاجيا اختفت فقال بها حزن قوي لاختفاء بيلاجيا بس راحت لنونيوس قالت له وعلى حصل فالله اتمأني لا تخافي لقد اختارت النصيب الصالح خدت العباية واختفت وقال إنها اختارت النصيب الصالح لأنها راحت على أرشاليم في أرشاليم أجرت مكان أو خدت زي مغارة وقفلت على نفسها في نسك شديد اللي أعجب إنها تنكرت في زي راهب وبيعت معروفة باسم بيلاجيوس لغاية ما يعقوب تلميذ نونيوس راح لأراضي المقدسة كانش يعرف إنها بالشكل دوت كان الوحيد اللي يعرف السر دوت هو نونيوس راحت هناك باسم بيلاجيوس وهو راح لأراضي المقدسة نونيوس اللي تلميذه يعقوب اسأل على المتواحد بيلاجيوس وخد بركته راح خد بركته انبسط جدا بس معرفش إنه بيلاجيا وهو ماشي حاب ياخد بركته مرة تانية لقى تنيح بيفتحه يكفنه اكتشفه انه امرأة وهنا نونيوس اعلن قداسة هذه المرأة وسيرتها قديسة بيلاجيا التائبة لقدمت توبة جميلة جدا عن شرها ويوصفوها في التاريخ كده يقولوا مجدلية اخرى ظهرت في التاريخ مجدلية اخرى تركت تاريخ الشر تحولت الى قديسة متوحدة ناسكة جذبت ناس كتيرة لربنا وهنا ارجع اقول دي قوة التوبة اللي تحول الزناء الى بتوليين تحول الناس الى اطقياء ربنا اللي بيقبل توبة الكل استأذن حضراتكم هنخرج الى فاصل قصير نرجع نتقابل مرة تانية مع اسئلة حضراتكم اللي بنستقبلها على تليفونات البرنامج الموجودة على شاشة قدام خضراتكم او اللي بتظهر قدام خضراتكم فاصل قصير ونرجع نتقابل مرة تانية لإلهنا كل مجده كرامة من الأبد أمين جهدوا بأنفسكم في هذا الحين بالصوم والصدقة للمساكين والمحبة لكل المخلوقين كما نص الإنجل بوضح الآية احبوا العداد مع الإحسان بالمواد دالي تصيروا أبناء الإيمان وابتعيدوا عن فعل العصيان واعترفوا بالزنوب في كل الأوقات خلاص الإنسان من نفسه بمحبة أعداء وأبناء جنسه ليجني يصمر غرسه ويفرح بملكوت السماء جاوي جرحا قبل أن يتاسع وامضل الكاهن ولاه الطادع وهو الطاب فتندم لتنتافع بدوائه من كل الجراحة بسم الله بسم الله بولي ابن وروح قدس إلى هنا وحد أمين أهلا بحضراتكم مرة تانية بالنمجنا ساعة الهوى معنا وحكاية والمعاني والحكاية بتاعتنا النهاردة كانت عن التوبة موضوع الصوم كله إننا وحضراتكم نتوب خدنا نموزاجين من نمازج التوبة النهاردة النموزج الأول القديسي عقوب المجاهد ونموزج التاني قديسة بلاجيا التائبة والحقيقة النموزجين فيهم رجاء حلو قوي بيقدمهن ربنا من خلال قصص التوبة يقدم لنا ربنا رسالة أولى إن محدش كبير عن الخطيئة الرسالة التانية إن مهما كانت خطيئتك هناك رجاء وهناك توبة مهما كانت درجة الخطيئة بس المهم يلا نرجع والرجاء التالت اللي تدهلنا القصص النهاردة إنه مش بس نتوب لا نصير قديسين نصير قديسين نشوف قديسة عقوب المجاهد اللي بيرجع لردبته مرة تانية ربنا يعمل به معجزات نشوف قديسة بلاجيا تحول من شريرة آسف أقول خطية معروفة بخطيتها إلى إنسانة قديسة تائبة سرتها تجذب الكسرين سواء وهي على الأرض أو بعد ما تروح السماء إلهنا حلو عايز تبتنا ومستني تبتنا نتقابل مع مجموعة من أسئلة حضراتكم أسئلتكم النهاردة أول حاجة هي طبعا طلب الصلاة لأن العيلة كلها عندها كورونا ربنا يمد إيده بالشفاء ويسند الكل كل إنسان مريض وكل بيت في مرض ربنا يمد إيده بالشفاء ينزع روح المرض من كل بيوتنا ويرفع عن بلادنا وعن العالم كله الوباء ويدينا كلنا شفاء روحي أولا وشفاء جسدي بعد كده حسب رحمة ربنا وإراد سؤال بعد كده مش عارف ليه مفيش بركة في البيت السؤال ده الحقيقة سؤال حلو سؤال مهم هو إحساس عدم وجود بركة في البيت خليني أحط اتجاهين اتجاه الأولاني لا تنتظروا بركة مادية أوقات يبقى فيه بركة ربنا موجودة في البيت بس إحنا مستنين البركة دي إن الفلوس تزيد إن الفلوس تزيد حقيقة بركة ربنا غير مشروطة بشكل تاني بركة ربنا غير مشروطة بشكل وقع تستنى إن بركة ربنا تيجي فلوس زيادة بس بركة ربنا تاخد أشكال كتيرة إن الأوليل يكفي سواء مديات أو غير مديات فلوس أو أو أكل موجود في البيت أو حتى ربنا يبارك في الصحة رغم ممكن تبقى الصحة لأدها بس ما نتعرضش لأمراض كتيرة بركة ربنا بص يا جماعة بركة ربنا لها أشكال متعددة ومتنوعة بنفلوكوا إيه وقتحصروها في الفلوس وهقولها تاني لأنها بتلغبط ناس كتير بركة ربنا مش معناها فلوس زيادة بركة ربنا معناها وجود ربنا في الشيء وإن الشيء يفيد ويزيد من غير ما نحس من غير ما نعمل البركة هي هدية مجانية من ربنا إحنا مش لازم نربطها بماديات أو تربطوا البركة بماديات وإلا لن نشعر بوجود البركة وإلا لن نشعر بوجود البركة معنا اتصال من نادية تفضلي أيوة أهلا بيك ربنا يخليك يحافظ عليك يا بويا أنا بقى فأصلي لو أنا بصلي أنسى اللي أنا قلته برجة أن أنا ممكن أعيده تاني أنسى أن أنا بصلي يعني شباني نسيني اللي أنا قلته تمام وبعشها بتعصب كثير خالص وخطيط كبيرة في التعصب العصبية لا لا عفو ربنا يسمحني وسامحك بصيب الناسبة للنسيان وإحنا بنصلي لو مثلا بصلي من الأجبية حلو أن أنا أصلي وأنا مسك الأجبية وبقرأ المزامير بصلي المزامير بقرأية حلو أن أنا كمان أبقى بصلي بصوت خفيف مش صوت عالي صوت خفيف أسمعه أنا عشان مسرحش برضو حلو قوي أن أنا لما أجي أصلي أصلي في وقت مناسب للصلاة ما حطش وقت أنا مش مركزة فيه أو تعبان فيه أو مجهدين فيه ونقول أن إحنا مش عارفين نركز في الصلاة نختار المكان المناسب للصلاة مكان ما يبقى غاش فيه تشتيت فدي كلها حاجات تساعدني أن أنا منساش في الصلاة المكان المناسب الوقت المناسب أصلي بصوت بسيط رفيع أبقى أنا سمعه أو أنا سمعه بس عشان ما تهش من الصلاة آخر حاجة أطلب من ربنا أقوله يا رب ديني تركيز لأن دي حرب من حروب الشيطان في الصلاة نطلب من ربنا برضو أنه يرفع عننا العصبية خلينا ناخد تدريب في الصيام دوت يقوله يا رب ارفع عننا النرفزة والعصبية والتواطر والشدة ونسأل نفسنا سؤال صغير وأنا لما بتنرفز ولما بتشد في حاجة بتتحل ده عادة لما بتنرفز وبتشد الموضوع بتعقد أكتر والقصة ما بتتحلش غضب الإنسان لا يصنع بر الله لكن الله يعمل في الهدوء يلا نشجع نفسنا على الهدوء نقوله يا رب الديني هدوء يا رب الديني سلام حلوة أوي الطلبة اللي بتصليها الكنيسة كل يوم وتقول يا ملك السلام أعطينا سلامك يلا نصليها لو أنا عندي مشكلة في العصبية أو في النرفزة أو في التوتر أو في الاتراب خليني أقولك طلبة دي كل يوم يا ملك السلام أعطينا سلامك ربنا يدينا من سلامه معنا اتصال آخر عصام أهلا بيك نشكر الله أهلا بيك تفضل بالنسبة للبركة أنا بكسب فلوس كتير بتنفيش باركة ولا بروح كنيس ولا بطلع عشور أنا البركة عندي في البيت ما فيش خالص آه ده أنا بكسب فلوس كتير بسيها ولا بروح كنيسة ولا بطلع عشور ولا أي حاجة اللي هفت بطلع عشور كتير بركة موجودة في البيت على طول طيب ما نرجع ثاني بقى ما احنا ربنا قال كده هاتوا العشور وجربوني العشور ليها بركة ربنا يقول كده لو طلعنا العشور أفتح لكم كوى السماء أفتح ليكم طاقة السماء شبابيك السماء تنزل عليكو خير فخلينا نتفق كده يعني حلو سعود لحضراتك تكملة لموضوع البركة أنا لو حاسس فعلا بيتي ما فيهوش بركة هراجع لقاتي من فضلكم أول حاجة هو أنا بدي عشان ربنا يديني بركة ولا أول باب للبركة هو العطاء أول باب للبركة هو العطاء تاني باب للبركة هو الشكر القديس من اسحاء السورياني يقول كده ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر وأقول لحضراتكم حاجة كده خلوا بالكم منها التزمر يضيع بركة ربنا التزمر يضيع بركة ربنا والشكر يبعد بركات لا حصرة لها ربنا يفرح قوي بالإنسان اللي بيشكر ويملا بركة يبقى قولنا كده حاجتين يجيبوا البركة نمرة واحد العطاء نمرة اتنين الشكر نمرة ثلاثة وجود ربنا في البيت احنا بنصلي كده في قوشية الاجتماعات أبونا يقول يا رب اجعل بيوتنا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة أنا بيتي فيه اسم ربنا ولما فيش اسم ربنا فيه بيتصلى في البيت وتقري الإنجيل في البيت والبيت بيقدم توبة وبيقدم خدمة ولا لا دي مصادر بركة حلوة قوي قوي ونقول له يا رب اجعل بيوتنا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة وربنا يحب ان بيوتنا تبقى بيوت بركة ويحب انه يملاها بالبركة بس يلا نتحرك رجحهم تاني معاكم اول مصدر للبركة العطاء تاني مصدر الشكر وعدم التزمر التالت وجود ربنا من خلال الصلاة والانجيل والتوبة البيت اللي فيه الكلام دوت يتملي ببركة ربنا اوي 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 صالة اخر مونة اهلا بيكي الخير يا بونا سعى النور اهلا بيكي كنت بسأل انا محتارة رشم الصليب ازاي بقاني سوابع يعني انا برشم الصليب بالصبع الكبير ولكن حاسة انه غلط بقاني سوابع يا بونا لا بوسي ناخد ولا بيدنا كلها ولا ايه بالضبط بوسي كلها كلها ناخد بيها فكرة روحة حلوة ممكن ناخد صبع واحد نرشم به الصليب اشارة ان الله واحد حبيتي ترشم الصليب بتلت صوابع الله مثلس الاقانيم حبيتي ترشم الصليب بصوابك الخمسة ان كل حواسي تمجد ربنا وكل يمجد ربنا كله حلو مقبول قدام ربنا وكلها فيها معاني روحية حلوة عند يعني قدام ربنا في معاني حلوة قوي الشمي المهم نرشم الصليب ونتمتع بقوة الصليب المهم نرشم الصليب ونتمتع بقوة الصليب سؤال تاني كده ندم الله عن الشر هو ربنا بيندم هنا طبعا احنا ربنا بكل مجد وفوق كل الاحاسيس البشرية لكن اوقات الكتاب المقدس يستخدم احاسيس او تعبيرات بشرية عشان يوضح لينا ربنا اصدق ايه فلما يقول ندمة عن الشر ندمة عن الشر يعني راجع عن الشر يعني قال مش هعمل كده فبتعبير بشري قريب مننا نقدر نفهمه نقول ندمة عن الشر زي ما نقول غضب الله على الشر وربنا بيغضب هتنرفز وش هيحمر زينا لا الحقيقة ربنا منزع عن كل ده ليكل مجد وكرامة مش هيحصل معا كده لكن غضب كلمة غضب معناها رفضه وبشده فهنا ندمة معناها انه راجع عن الشر ندمة عشان نعرف هنا بس الاكشن او التصرف اللي هياخده ربنا وبتعبير قريب من طبيعتنا البشرية سؤال بعد كده بيقول ما هي مزامير المصاعد مزامير المصاعد دي كانت المزامير اللي بيقولها اليهود وهم طلعين لهيكا الارشليم وهيكا الارشليم زي ما انتوا عارفين كان على مرتفع وهم طلعين السلالم اللي بتقود الى الهيكل كانوا بيصلوا المزامير مزامير معينة اللي هي سموها مزامير المصاعد وتسمت بالاسم ده اللي هم بيقولوها وهم طلعين درجات السلم اللي بتقودهم الى الهيكل وهي المزامير اللي اغلبها موجود في صلوات الغروب والنوم اللي هي بتتكلم على لقاء الانسان مع الله زي اشهرها واللي اغلبنا حافزينه المزمور مية وعشرين اللي بنصليه او مية وعشرين اللي بنصليه وصلاة الغروب اللي هو مزمور رفعته عيني الى الجبال من حيث يأتيعوني او المزمور اللي بعده اللي بنقول فيه كده فرحته بالقائلين ليه الى بيت الرب نذهب تلاقي ان الكلام اغلبه عن بيت ربنا وحلاوة الوجود في بيت ربنا او النظر الى بيت ربنا او النظر الى الاعالي المزامير دي كان يتلوها لليهود وهم طلعين للهيكل ونلاقي ان فيها حاجات مناسبة نقولها واحنا رايحين للكنيسة في نفس الوقت طيب احنا احنا وقتنا انتهى النهاردة وحلقتنا النهاردة انتهت كنا في اللقاء ورحلة مع قصص توبة من تاريخ الكنيسة خدنا قصة توبة القديس يعقوب المجاهد هذا هذا الانسان البار اللي وقع في الخطية وتدينا رجاء في التوبة وتفكرنا ان ما فيش حد كبير على الخطية خدنا قديسة بيلاجيا التائبة الانسانة الشريرة اللي اتحولت من الشر الى التوبة والقداسة وقوة عمل التوبة اللي اتحول الزنا الى باتوليين والى قديسين عشان نتشجع انا وحضراتكم ونقدم توبة في هذا الصوم ربنا يدينا كلنا حياة توبة مقدسة تفرح قلبه ربنا لإلهنا كل مجد وكرام من الآن والأبد أمين ترجمة نانسي قنقر